استمرار فعليات التدريب الجوي المشترك بين مصر والسودان نصور النيل واحد الصحة العالمية تسجل أربعة ملايين إصابة جديدة بكورونا في إسبوع وانخفاض عدد الإصابات بأوروبا وكالة الطاقة الذرية تتهم إيران بتشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة نووية تحت الأرض الثالثة صباحاً الواحدة بتوقيت جرانيتش مجاز إخباري يأتيكم من القاهرة أهلاً بكم استمرت فعليات التدريب الجوي المشترك نصور النيل واحد بمشاركة عناصر من القوات الجوية وقوات الصاعقة المصرية والسودانية والذي ينفذ على مدار عدة أيام بقاعدة مروى الجوية بجمهورية السودان الشقيقة وقد تضمنت المراحل الأولى للتدريب إجراءات التلقين وإسلوب تنظيم التعاون لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات لإدارة العملية الجوية المشتركة بكفاءة عالية أعلنت وزارة الصحة خروج 133 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات لإرتفع إجمالية المتعافين من الفيروس إلى 101 421 حالة وأوضح متحدث الوزارة دكتور خالد مجاهد أنه تم تسجيل 329 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معملياً للفيروس لإفتاً إلى وفاة 14 حالة جديدة وذكر مجاهد أن إجمالية العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا هو 211 613 حالة من ضمنهم 6495 حالة وفاة أعلنت منظمة الصحة العالمية تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في أوروبا لأول مرة منذ ثلاثة أشهر بينما ظل معدل الوفايات في ارتفاع وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات في أوروبا انخفض خلال الإسبوع الماضي بنسبة 10% فيما سجلت أكثر من 29 ألف حالة وفاة بارتفاع نسبته 18% مشيرة إلى أن العالم سجل نحو 4 ملايين إصابة جديدة خلال الإسبوع فيما توفي 60 ألف شخص خلال الفترة نفسها ولا تزال أوروبا أكثر المناطق تضرورا من الوباء وتخطي إجمالي عدد الإصابات فيها 15 مليون أعلنت مدينة نيويورك إعادة إغلاق مدارسها العامة بسبب ارتفاع حالة الإصابة بفيروس كورونا إلى 3% وقال رئيس بلدية نيويورك إن المدارس سيتم إغلاقها كإجراء وقائي اعتبارا من الخميس بعد ارتفاع وثيرة الإصابات بفيروس كورونا قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة أليكس عزار إن اللقاحين المحتملين لشركتي فيزر وموديرنا سيكون جاهزين للحصول على موافقة السلطات الأمريكية المختصة تمهيدا لتوزيعهما في غضون أسابيع دعيا حكام الولايات إلى فتح الطريق أمام حمل التطعيم واسعة النطاق قبل نهاية هذا العام كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت تشغيل أجهزة طرد مركزية متطورة تحت الأرض ضمن منشآت ناطانزل نووية وقال رفاييل جيروسي المدير العام للوكالة الدولية في مؤتمر صحفي إن إيران بدأت بالفعل تشغيل أجهزة الطرد المركزي لكنه أكد أن مستويات التشغيل لن تؤدي إلى زيادة مهمة في كميات اليورانيوم الذي يتم تخصيبه وكانت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أكدت في تقرير لها الإسبوع الماضي أن إيران باتت تمتلك كميات من اليورانيوم أكثر من المسموح لها بموجب الاتفاق النووي بـ 12 مرة أعرب وزير الخارجي الإيراني محمد جواد ضريف عن استعداد بلاده لعودة تلقائية إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي وذلك في حال رفعت الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن العقوبات المفروضة على بلاده وقال ضريف إن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي في المرحلة الحالية لا تشكل أولوية بالنسبة لإيران انتهى الموجز ولنا النحي تعلم السيدة المشاهدين بأن تردد أكسترانيوز HD 12303 معدل الترميز 27500 ومعاملة الاستقطاب أفق إلى اللقاء